عراقنا العراق بغداد أول خط في العروبة أقصى الشرق العربي كان فيه دورة أولى النهاردة هي الدورة أو يعني اليومين دول الدورة التانية من مؤتمر بغداد طيب مؤتمر بغداد هو مؤتمر للتعاون والشراكة وإحنا عارفين أن مؤتمر بغداد أو الشراكة هي الشراكة الثلاثية العراق، الأردن، مصر فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بطبيعة الحال بطبيعة الحال بالمعنى الكامل للكلمة مشاركا في هذا المؤتمر قال خلال كلمته إيمانا من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاثي كأيه بقى؟ خد بالك من الجملة اللي جاية أحد أطر العمل العربي المشترك الرمية إلى تحقيق التكامل اسمع المقطع ده وهرجع لك وإيمانا من مصر بفوائد التعاون المتبادل البناء فقد شاركنا مع العراق والأردن في تدشين آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاثي كأحد أطر العمل العربي المشترك الرمية إلى تحقيق التكامل على نحو أن يخدم مصالح شعوبنا الشقيقة في دوء ما يربطها من إعلاقات تاريخية وأخوية ووحدة مصير وأهداف مشتركة وأجدت التأكيد في هذا الخصوص على اعتزامنا المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة الجالي دراستها حالياً في إطار الآلية وبما يسهم في تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا ويتوح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضها حلو الكلام قوي أولاً كأحد أطر العمل العربي المشترك أي أن هناك أكثر من إطار يجمع عملاً عربياً مشترك اتنين تنمية شعوب المنطقة يبقى إحنا بنتكلم على لبنة عايز تسميها لبنة أولى أو لبنة رئيسية لشراكة عربية عربية وإطار للعمل العربي المشترك سميها بس المهم بالنسبة لي هنا إيه؟ المهم بالنسبة لي ممكن تعتبرها الشعار اللي احنا تعلمناه على أيامي يعني وأنا صغير أمجاد يا عرب أمجاد وطني حبيبي الوطن الأكبر وطني بيكبر وبيتحرر تجي تقول لي يا عم يوسف هو أنت لسه في عندك أحلام القومية العربية أقول لك أعمل إيه أنا آسف لحد ما موت هو ده جزء من وجداني الوجدان بتاع جيلي يمكن يكون لنا رؤية مختلفة تطوير ما تحديث ما لكن عمليا هو احنا من غير هذه الشراكة العربية العربية من غير الإطار المشترك أو العمل العربي المشترك في كل الأصعضاء هيبتلعنا المحيط أو بالأدق بالأحرى يبتلعنا العالم أنا عايزك تتفرج على العالم حواليك إيه اللي ممكن يكون بيجمع المكسيك وأمريكا عمليا ولا حاجة بل بالعكس ما يفرق أكثر ما يجمع لكن المكسيك وأمريكا والكندا موجدين مع بعض في إطار عمل مشترك اسمه نافتة مثلا يعني لما تيجي تشوف إيه اللي ممكن يجمع دول كندا تتحارب تتقاتل طريق دم شعوب بعضها البعض المانيا بتقتل في الإنجليز وفي الفرنسوين والطلينة بيقتلوا في اليونانيين إيه اللي بيحصل وانكا لو متكن حربا واحدة بل حربان أولى وتانية وفي الآخر خالص بقى في حاجة اسمها السوق الأوروبية ولاتحاد الأوروبي بقى في عملة مشتركة وبقى في فيزا مشتركة أو تأشير الدخول مشتركة وبقى في نظم ضربية فيما بينها وما بين بعض شكل من أشكال التكامل بقى أمال انت تعمل إيه